اذا متابعينا الكرام مبروك لنا اخيرا تنظيم كأس العالم ونعم رسميا وبشكل نهائي الملف المغربي الاسباني البرتغالي يفوز بتنظيم كأس العالم 2030 تم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي من طرف بلاغ الدول الملكي حيث قام جلالة ملك محمد السادس بزف هذه البشرة الصارة للمغاربة كما قام بتهنئة المملكة الاسبانية وجمهوريات البرتغال وكذلك متابعينا الكرام اعلنت الفيفا بشكل رسمي عن فوز التولاتي المغرب الاسباني البرتغالي بتنظيم كأس العالم 2030 وذلك بعد انسحاب الارجنتين والباراقواي والأوروغواي الملف ديالهم كان في الغالب يعني غدا يخسر لان المغرب دمنوا الاسواس ديالقارة الافريقية اسبانيا والبرتغال دمنوا الاسواس ديالقارة الاوروبية كذلك المغرب دمنوا الاسواس ديال دول الخليج وبعض دول في الاسيا وبالتالي الملف اللي كان غدا يربح بشكل واضح هو الملف في المغرب الاسباني البرتغالي وكذلك للعديد من العوامل الاخرى مثل القرب الجغرافي مثلا المغرب والاسباني والبرتغال قرابين جغرافيا وبالتالي ستكون لك سهولة تامة في المسألة ديال التنظيم والمباراة ثم إلى ذلك لكن في اطالة السوية اللي وصلوا لها مع الارجنتين والباراقواي والأوروغواي ما سوف يحصل وهو أن هذه الثلاث الدول احتفالا بمئوية كأس العالم لأن بداية كأس العالم كان في الباراقواي على مأدن 1930 و2030 ستصادف المئة مئة سنة على مرور أو بداية كأس العالم ستعطى لهم كل دولة ستحتاضر مباراة كل دولة من هذه الدول ستحتاضر مباراة أي ثلاث مباراة المباراة ستلعبون في الارجنتين والباراقواي والأوروغواي كمباراة شرفية يعني مباراة شرفية واحتفالا بمرور مئة سنة على تنظيم كأس العالم أو بداية كأس العالم أما باقي المباراة في طبيعة الحال فهي ستكون في المغرب الإسبانيا والبرتغال الملف الذي فاز بالتنظيم وهذه المسألة مهمة جدا متابعين الكرام هنا فيك نشوفه العبقرية من الواضح أن هذه المسألة التفاوض والمسألة الوصول إلى تسوية من هذا النوع كانت من صالح فوز القجاع يعرف كيف يخرج الملف المغربي أو الملف المشارك إلى الفوز بدون خسارة أي طرف يعني لا الارجنتين والباراقواي والأورقواي سيبقى فيهم الحال ولحنا سيبقى فينا الحال كل شيء سيخرج رابح رابح استراتيجية رابح رابح وهي شعار المملكة المغربية في التعامل مع الدول الأخرى إذا متابعين الكرام أخيرا أخيرا كأس العالم في المغرب وركزوا معي مزيان كأس إفراقيا 2025 في المغرب كأس العرب 2029 في المغرب كأس العالم 2030 في المغرب ونعم متابعين الكرام العويل والصراخ والنباح سيبدأ منهك البكاء والعويل سيبدأ منهك المؤامرة والأياد الخارجية والقجعة سيتحكم في الفيفا وسيتحكم في القاف ولكن الصدمة كانت عليهم قوية كيف هاش كأس إفراقيا 2025 كأس العرب 2029 والآن كأس العالم 2030 وكل هذا شيء في ضر في أسبوع في ضرف أسبوع كيتتعلن وكيتزف لنا هذه البشريات وهذه الأخبار السارة إذا متابعين الكرام سوف أوفيكم بالمزيد من التفاصيل إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته